نقيب الفدانيين يكشف حقيقة وفاة أحمد بديل كشف نقيب المهن التمثيلية المصرية الفنان أشرف زكي حقيقة الأنباء التي تدولتها عدة وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن وفاة الفنان أحمد بديل وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام إن تلك الأخبار عارية تماما من الحقيقة وأكد أن الفنان أحمد بديل بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية وجاء نفي الفنان أشرف زكي لخبر وفاة أحمد بديل بعدما تردد في الساعات الماضية على بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي خبر الوفاء ويشارك الفنان أحمد بديل في الموسم الرمضاني الجاري في مسلسله الأول هو مسلسل إلم الداح أسطورة الوادي مع النجم حمد أهلال كما يشارك النجم أحمد بديل في مسلسل الإختيار 3 والتي تدور أحداثه حول الأحداث السياسية التي شهادتها مصر على مدار السنوات الماضية كدير بالذكر أن الفنان أحمد بديل ولد في شهر يونيو وذلك عام 1945 وهو ابن سعيد مصر فهو من مواريد محافظة قناء درس في مدارسها وحصل على السنوية العامة في عام 1966 ثم درس في كلية الأداب جمعة الكاهرة وتخرج منها في عام 1970 عمل في التمثيل على خشبة المصرح كما عمل في التأليف والإخراج ثم قدم بعض الأعمال الإزاعية واشتعر كثيرا من خلال شخصية عبد العالة التي قدمها مع الفنان سهير البابلي في مسرحية ريو ويسكينا كما أنه قدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة التي تعدد 300 عمل فني متنوع ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحية شارك الفنان القادير أحمد بديل في دور متميز ومتقلق في مسرحية ريو ويسكينا وذلك مع الفنان القاديرة سهير البابلي والفنان الراحلة شجع موسيقى بناء الفنان أحمد بديل مسرته الفنية على خشبة المصرح عندما شارك في مسرحية كومبارس وتم عرضها في عام 1968 ثم تولت أعماله الفنية بعد ذلك فشارك في مسرحية ريو ويسكينا وهي من أشهر أعماله كذلك كان له أدوار متقلقة في السريمة والتلفزيون شارك أمام كبار النجوم وقدم دور متميز أمام الفنان أحمد زاكي في فيلم العوامة رقم 70 وذلك في عام 1982 وفي التلفزيون شارك الفنان في في عبده في مسلسل يا نايا انتي وتولت الأعمال الفنية وأخرها كان مسلسل يا نايا جده في عام 2020 ويحضر الآن فيلم بانوان أمر 14 تنقلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خبر زواج الفنان أحمد بدير من الفنانة عيدة رياض ولكن خرجت عيدة رياض عن صنطها وأكدت أن كل هذا الكلام مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة وأنها لم تتزوج في حياتها سوى الفنان الراحل محرم فؤيت وقالت أن علاقتها بأحمد بدير لا تتعدى الصدقة وتابعت زواجي من أحمد بدير شائعة يسيب الراجل في حاله وعنده أولاده وهم مش من النوع الشائع وأنا بحب الراجل الشائع أما زواجه من صارة طارق طليقة الفنان سعيد طربيق فقد نفق الفنان أحمد بدير ذلك وأكد أنه ليس في حياته سوى زوجته والدة ابنتيه صارة ودعاء عبر الفنان أحمد بدير عن دهشته من الشائعات التي تنتشر كل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي وتزعى موافته موضحا أنه يتجاهل الرد عليها ولا يحب أن يعرف تفاصلها وتشف عن انشغاله بتصوير فيلم جديد وقال أعتقد أن إعلاني الانشغال بفيلم جديد هو أقوى رد على هذه الشائعات السخيفة فأنا أصور في الوقت الحالي فيلما جديدا ولا وقت دي بالاهتمام بهذه الشائعات السخيفة تحدث أيضا الفنان عن فترة انتشار الكورونا وقال لا أخرج من منزلي وأنا بيتوتي بالأساس لذل أشعر باختلاق خلال حظر التجوال حيث أمارس حياتي اليومية بشكل طبيعي وأحب التعاون في المنزل لدرجة أنني أدخل المطبخ لأحمل صنية الطعام بعد الانتهاء من إعدادها لتقدمها على الصفراء تدور رواد مواقع التواصل الاجتماعي لابن المصر الفنان المصري أحمد بدير سارة سارة ظهرت في عدد من الصور مع والدها الفنان ونشرت له صور أخرى وهي بمفردة لاحظت جمهور جمال ملامحة التي في الغالب ورصتها عن والدتها ونصحها البعض بدخول الوسط الفني ابنة الفنان أحمد بدير تتمتع بصحة جيدة ولم يصبها أي مقرو وهذا حسب ما صرح الفنان أحمد بدير في تصريحات خاصة وقال الحمد لله بنتي بصحة جيدة ربنا سترحى أن وقت انفجار التكييف ما كانتش هي موجودة في مكان أريبي يذكر أن سارة بدير كشفت عن وقوع انفجار في منزلها وذلك من خلال بوست كتبت وعبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك مصحوبا بعدد من الصور وقالت الحمد لله خفي الألطف الذي نجينا من المهارك ومن سوء المنقلب وعطف بي أنا وبنتي في اللحظة المناسبة من حريق كبير في شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين مبارح الحمد لله على كل حاجة وأي حاجة ممكن تتعود بإذنك يا رب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام تبعت حديثها قائلة خلي بالكم قوي من التكيفات يا جماعة خصوصا اليمندول وبلاش تناموا وانتم مشغلينها وربنا يسترها علينا وعلى أهلنا وعلى أولادنا جميعا يا رب أسفى على بشاعة الصور بس دي تسكر لي عشان دايما أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه وحمانا ونجانا من إيه ألف حمد وشكري لك يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة